بدون إنجاز لا شرعية له اليوم ما هو التغيير الذي حصل على حزب البعث يعني شو الاستراتيجية أو شو الهدف الأكبر يلي القائمين على الحزب بدون يفرجوا لكوادرهم أولا وبدون يريدوا الآخرين أنوا يشوفوا أنوا يشوفوا تجربتنا بالحزب نحن ماذا قدمنا من جديد ما هو التغيير يعني أنا ما شفت كثير من التفاؤل في الشارع السوري بهذا التغيير لماذا؟ ما هو سببه؟ حقيقة أولا الانتخابات التي جرت سواء على مرحلتين من الشعب إلى الفراء ومن ثم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والقيادة المركزية هي كانت خطوة مهمة جدا في مسألة التطوير في مجال الحزب على المستوى التنظيمي وتحدث سيادة حقيقة فيما يخص أقول المهام والمحاسبة لا يمكن أن تحاسب إن لم تحدد المهام الواجب تنفيذها على كل رفيق الرفاق تحديد صلاحيات تماما عندما يتم تحديد هذه الصلاحيات والمهام الموطة لكل رفيق عند ذلك يمكن أن تتم المحاسبة والمحاسبة عن طريق من تتم؟ تتم عن طريق أعضاء المؤتمر التي تحاسب قياداتها سواء في مؤتمر الفرقة أو في مؤتمر الشعب أو في مؤتمر الفرق أو حتى على المؤتمر العام فيما يخص القيادة المركزية على مستوى القطر العربية ترجمة نانسي قنقر